المدربين الآلي عنده ميزة انه القيمة الكبيرة المضافة للسيرة الزاتية لأي مدرب أجنابي أو مصري بالذات المدربين الأجانب اللي بيتعاملوا مع النادي الآلي قديمهم وجديدهم الحقيقة الكل يشعر بالنادي الآلي وقيمة الآلي وأهمية الآلي كسطر مهم في سيرته الزاتية حتى اللي بيمشي ببقى زعلان وحزين انه مشي من النادي الآلي ويفضل دايما أكبر جملة مضيئة في مسيرته كمدرب انه درب النادي الآلي وخد عدد من البطولات غالبا بيكون مع النادي الآلي مرسل كولر المدير الفني السويسري الحالي للآلي كان له حديث أو تصريحات لصحيفة بليك السويسرية تحت عنوان كولر ملك في القاهرة هكذا تراه الصحافة السويسرية كما رأت مواطنه أيضا من قبل ريني فيلر وهو الرجل يتكلم على تكلمه على أجواء الفوز بدور الأبطال واضح انه المراسل كان موجود وحضر فقالك في طريقنا إلى الملعب الممتلئ بـ 75 ألف متفارج كان هناك زحام شديد للغاية وربما يقدر بنحو 10 ألف متفارج على جانبي الشارع ده كولر بيصف كان يرفق الحفلة رجل شرطي واحد على متسك لك إننا توقفنا في منتصف الطريق بسبب الجامهير بيقول احتفالنا بالفوز بدورة أبطال أفريقيا حتى الرابعة فجرا وفي اليوم التالي أخبرني أحدهم أنه علينا الآن الفوز بالدوري وبيقول كولر للأسف نحن متأخرين عن منافسين في الدوري بحوالي 8 جوالات بسبب مباراة دوري أبطال أفريقيا وكاس العالم للأندية لكن حيكون علينا الفوز بها جميعا حتى نتصدر الترتيب قال إن الضغط النفسي هائل جدا هنا علينا الآن لعب مباراة كل ثلاثة أيام الموسم كان شقا للغاية أحيانا اختلافات شديدة في درجة الحرارة والرطوبة الجماهير لا تريد معرفة هذه الأمور إذا لم يفز الأهلي إذا نجحت فكل شيء على ما يرام وإذا خسرت تتغير الرياح يكاد يكون من المستحيل استرضاء المشجعين في الأهلي مرسل كرة للحقيقة يا جماعة عامل أرقام مبهرة جدا مع النادي الأهلي 101 مباراة خدها الأهلي مع كولر فاز في 69 مباراة وإتعادل 22 مباراة وخسر 10 مباراة فقط من ضمنها مباراة كاس العالم عمل كلينشيت أو سجل خالي من الهزيمة فيه أو خالي من الأهداف في 59 مباراة سجل معاه الأهلي 190 هدف واستقبل فقط 67 هدف كولر صاحب رقم قياسي لم يتحقق من قبل بعد ما وصل لأطول سلسلة مباراة بلا هزيمة مع الأهلي في دور أبطال أفريقيا بعدد 22 مباراة وده رقم خاص جدا سجل باسم مرسل كولر مع الأهلي تخطى رقم البرتغالي منو الجوزيه في أطول سلسلة بلا هزيمة جوزيه وقف عند 19 مباراة مرسل كولر كامل لعشرين ولديه فرصة لتعزيز هذا الرقم خاصة الأهلي لما يبدأ الموسم الجديد في دور أبطال أفريقيا في المباراة الأولى يمكنه تجنب الهزيمة وتعزيز هذا الرقم الكبير إن شاء الله كولر ماشي في سكة عالية أنا قلت لك كولر هو من المدربين حتى دور له على نظير في البداية خالص فلقيته هو أقرب نموذج لفايتسا لفاكر أنت أيها طبعا دي ترجي فايتسا نفس الشخصية الهادية الهادئ صارم أيها فايتسا كان يعني عنده ابتسامة وكان يعني كان بشامول برينس ده شوية حامي بس مش بين عليه أخذ بالك ربما لأن كمان فيسا ما شافش الظروف الصعبة قوي اللي شايفها دلوقتي كولر لا كانت توقعات ولا كان المطالبات من فيسا زي المطالبات اللي بتطلب دلوقتي من أي مدير فني أنت كبيرك تاخد الدوري تبقى الدنيا فل معك ولذلك أنا أشفق على كولر وتمنى له التوفيق عدد المبارات والبطولات زاد قوي يعني كمان التلاحم السريع ده طب إمتى الراجل يقدر يعالج يعني هو راجل جايله يعني نتمنى بسرعة الإصابة اللي بتيجي اللعيب بتفوت عليه ثلاثة أربع مطشقات لو بسيطة لو بسيطة صحية فأنت عايش جروب صعبة واللي جاي في الدوري حيكون صعب جدا نتمنى له التوفيق لأنه يستحقه هو الجيل ده وأنا أرجو من اللعيبة يا جماعة ركزه وكل واحد ينسى نفسه الفترة الجاية افتكروا هتنسى نفسك النهار ده هتفتكر هجامد جدا جدا بكرا لأنه إذا تحقق الأمر الشيلة اللي انت حتشيلها ما حد تشيلها كل الدنيا حتقولك الجيل ده عمل يلا